اشتركوا في القناة 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 عقيل اشتركوا في القناة 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 أن محور كربلاء والفداء لسيد الشهداء والوفاء لذلك الإمام إنما هو مرتبط بحقيقة إدراك مقام الإمامة ذاك المقام الذي دعا إبراهيم لنيله ودعا لأبنائه أن ينالوا ذلك المقام بعد أن ابتلي إبراهيم بابتلاءات وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما بعد أن ابتلي إبراهيم ببلاءات عظيمة فأنهل بلاءات جاء الجعل الإلهي الجعل دون أن يكون للناس شأن في ذلك الجعل ولذلك حينما دعا إبراهيم ربه قال ومن زرية جاء الجواب الإلهي لا ينال عهد الظالمين فجعل الظالمين بصيغة مفعول لبيان أن الإمامة من شؤون الله وليست من شؤون العبد بحيث يستطيع أن ينالها العبد بإرادته وإنما هي إرادة الله بجعل الإمامة عند فلان دون فلان طبيعي هذا الجعل ليس ترجيحا بلا مرجح وإنما لما لعلم الله عز وجل بما تقول إليه أمور فلان لإخلاص فلان لذهد فلان لتقوى فلان جعل عنده الإمامة ولذلك هذا المقام هو مقام فوق مقام النبوة إذ أن إبراهيم كان نبيا ثم صار خليلا ثم صار إماما بعد النبوة والرسالة والخلة جعل إماما وإلا ما معنى بعد انتهاء الامتحانات أن يعطى مقام الإمامة إذا كان مقام الإمامة أدنى من مقام النبوة بصير كسر رتبة أنا عم كيف أكبر من انتهت من امتحاناتك بكسر رتبتك لا يكون ذلك لهذا أعطي مقاما عظيما إدراك ذلك المقام يستدعي انجذابا إليه من خلال فطرة الإنسان السليم فهو ينجذب إلى كل ما يرى به كمالا وهؤلاء هذه الثلة الطاهرة تجسد كل كمال إذ أنهم مظهر إذ أنهم ذلك النور المظهر للصفات الإلهية بأجل صورها دمن المرتبة المخلوقية يعني ما يقول هذا ولا نحن عم من يقول لا لا الأئمة عباد لله ولكن إذا أردت أن تنظر للرحمة بأبهى صورها وأعظم صورها الكمالية دمن مرتبة المخلوقية تمضي إلى النبي صلى الله عليه وآله الله عز وجل يقول عنه رحمة للعالمين تريد أن تنظر للعادل تريد أن تنظر للتقوى اذهب لأهل البيت ولهذا النبي يخلفهم بعده مع القرآن ولهذا القرآن بيقول مثل نوره المثل منفي بس المثل بمعنى المظهر مثبت في نص القرآن مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة إلى آخر الآية مسلم أدرك مقام الإمامة والإمام يقول مسلم ثقتي ثقتي ليس فقط ابن عم هو الثقتي وهذه الكلمة هي الأدعى في الارتباط بمسلم ومسلم أرسل بعد أن وصلت الرسائل بأكملها والملفت بالتاريخ أن الرسالة الأخيرة التي فيها أسماء المنافقين يعني بالكوفي أرسلت الناس كلها بقي مجموعة هولي اللي شايفوا مشهد الكوفي كله صار مع الحسين فقالوا يلا نرسل للإمام حينما أرسلوا حجر ابن أبجر وشبث ابن ربعي وغيره أرسلوا للإمام هنا الإمام قال لمسلم امضي خلص الكل راسلنا وقال لمسلم في نهاية وصيته الإمام ما قال له أنت منتصر ما قال له أنت رح تنقلب تستلم الحكم قال أرجو مضمون الرسالة وأرجو الله أن يختم لي ولك بالشهادة نحن نستشهد الموضوع مش موضوع استلام لحكم نحن نريد الإصلاح وإن توقف الإصلاح على بذل دمنا ونحن نعلم أن الدم مبذول في سبيل الله هذا اللي عم بيقوله الإمام فأرسل مسلم مسلم دخل الكوفة وكان يكون مرات في بيت هاني مرات في بيت المختار وهذه ترى نقطة مهمة لأن الإمام بيقوله ادخل أوثق دورها أو أوثق أهلها فيختار هاني والمختار هذا دليل على أن المختار من أوثق الناس عند مسلم يعني عند أهل البيت دخل مسلم بايعه أهل الكوفة وبدأ الإنقلاب من قبل ابن زياد وهان فعلا يعني بتشوفوا حنكة مسلم في تطبيق ما أراده سيد الشهداء وترون كيف أن المال سيطر على أنفس الناس والإعلام والإرهاب فاستدعى الإنقلاب على مسلم حتى أضحى في الليلة المسلم سرع بالنهوض على ابن زياد لما قبض على هاني وإلا ما كان مسلم يريد أن ينهض في ذلك اليوم فقد اتفق مع المختار على يوم معين وخرج المختار ليأتي بالناس من خارج الكوفة ولكن حينما نهض وقبض على هاني ونهض مسلم كان المختار مش عارف ولذلك حينما جاء المختار قيل له استشهد مسلم وألقي القبض عليه ووضع في السجن مسلم في تلك الليلة حاوط معه مجموعة كبيرة أحاطى بقصر الإمارة صلى بمسجد الكوفة واللي رايح للعراق بيعرف مسجد الكوفة وقصر الإمارة أدى شأران في تلك الليلة ابن زياد يقبض على الوجهاء بالتهديد بالترغيب بيطلعوا روس القبائل بيخضوا بقبائلهم ويخذلوا قبائلهم بهبطوا على ذائمهم يترك مسلم يا ليتهم اكتفوا بأن يكونوا تاركين له بل أصبحوا جواسيس وعيون عليه مشى حتى وصل إلى تار تلك المرأة المؤمنة طوعة وقف عند باب دارها نظرت في وجهه يا هذا امضي إلى قبيلتك لما تقف عند باب داري ألا أنا عطشان دخلت جاءت له بالماء شرب أدخلت الكوب هنيئا تفضل ما تحرك قالت يا هذا لا أحل لك الوقوع فعلى أباب داري تتصور ابن أخ أمير المؤمنين ابن عم الحسين ذاك الإنسان المؤمن طوعة تراه تقول له لا أحل لك الوقوف عند باب داري اتحرك مباشرة مسلم قال يا أمت الله هل استضفتين الليلة وأنا مكافئك يوم القيامة قالت من أنت حتى تكافئني عنيك بكيف قال الأنبي الأئمة أنت مين قال أنا مسلم ابن عقيل عمي أمير المؤمنين يا سواد وجي من عمي ادخل أن دار دارك وأنا خادمتك أنزلته في حجرة الضيوف وصارت تأتي له بالطعام ولدها رآها تتردد ابنها رآها تتردد إلى تلك الحجرة أمه من عندنا أخذت منه الأيمان المغلظة قالت استضفت مسلم مضى إلى ابن الزياد يخبره بشرى الأمير إن أم استضافت مسلمة جاءت توعى إلى تلك الحجرة وجدت مسلم يقيف ينظر ينة يسرى يشد على وسطه ما يشد في هيئة الحرب قالت يا مسلم ما رأيتك نمت قال بلى نمت قليلا رأيت عمي أمير المؤمنين وهو يقول لي يا مسلم إنك مقبل إلينا عما قريب وإذا بأصوات الجيوش عند باب دارها قام مسلم قال ها هو الجيش قد أقبل قالت يا مسلم تقتل في داري قال آجرك الله وأعطاك ما تريدين من الجنة مضى وأخرج الناس من دارها أخرج الجيش يقاتلهم قتال الأبطال أرسلوا إلى ابن زياد قالوا أمددنا بالجيوش ويحكم أرسلتكم إلى رجل واحد قالوا أظننت أنك أرسلتنا إلى جرمقان أو بقال أرسلتنا إلى أسد ضرغان قال اغدروا به صاروا يقاتلونه وينادوا الأمان الأمان يا مسلم قال لا أمان لكم أيها الغدرة الفجارة إلى أن وقع في تلك الحفيرة التي حفرت له واستخرج مثخنا بالجراح قد رشق بالحجارة والنبال والدماء تسيل من جسدي وجدوه يبكي قالوا يا مسلم إن الذي يطلب مثل ما تطلب إذا نذل به مثل ما نزل بك لا يبكي يا مسلم يطلب طلبك ما بيبكي إذا قمض عليه قال والله ما لنفسي بكيت وإن كنت لا أحب لها التلف إذا على من تبكي وإنما أبكي لأغلي المقبلين أبكي لحسين ولحسين فقد أرسلت إليه من القوم لا يكذبون قبض عليه وجئ به إلى ابن زياد وأدخل على ابن زياد قالوا له سلم على الأمير قال ليس علي بأمير قالوا لا سلم على الأمير جاوبهم إلسان السفير لحسين لي أعظم أمير والغير معلاق اللقاب غضب غضب إبن زياد اغتاض وغضب اغتاض وغضب من اللاعين وظل يشتمي قبال الحسين واصدر أمر واضح مبين من سعر إحقاد الغضب ما هو أمر بن زياد للرجال قالي لهم أريد اسمعوا ماذا أريد يا رجالي للرجال قالي لهم أريد من أحرا يتقطع واريد والجسة قايدة بحديد بسوك أريد أن تنسحيب وقبل البلاب آخر كلام والجهل لحسين السلام أنادى لا تقديمي الإمام كلها أني الغدر كذيب لا تقبل يا أبا عبد الله ضرب رأس مسلم وألقي من على القاصر ووصل الخبر إلى الحسين استرجع كثيرا ونادى إلي بحميدة وهو يقول إنا لله وإنا إليه راجعون صار يمسح على رأسها قالت عم يا حسين أراك تصنع معي كما تصنع مع الأيتام هل قتل والدي قال بني لقد استشد والدك الآن أنا أبوك وأخواتي عماتك ازداد بكاؤها بني علام البكاء قالت عم يا حسين أنا أخاف أن أفقدك كما فقدت والدي أقول سيدي تمسح على رؤوس الأيتام سيدي لكن من الذي مسح على رأس رقيا من الذي هدى روعها وقد وضعوا رأسك أمامها أكبت بنفسها غلى ذلك الرأس تقبلوا أبا من الذي قطع الرأس الشريف من الذي قضب الشيب العفيف من الذي ييتمني على صغر سني يا والدي والله عظيمة أنا صير من صغري يتيمة أتعر الولي ناس خامة يفيغ الأبنات وحريمة بالأمس كانوا معي ثبتنا على ولاية محمد وآل محمد ببركة الصلاة على محمد وآل محمد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر